hi my name is isra i am your english teacher how are you today my students let's learn about letter r letter r r we'll explain how to translate r for r this is a capital r r R And this is a small r إليه صوت اللي هو الرا را رابت را رابت حرف الار أول حرف بيبدأ بكلمة رابت رابت اللي معناها أرنب را را راديو راديو معناها راديو أر را را رابر رابر ممحا أر را رولر رولر مستر هلا مع بعض راح نتعلم كيف راح نكتبه على الأربع أسطر اللي بنحبهم إحنا كثير ولي لازم نكتب عليهم راح نتعلم كيف راح نكتب حرف الار بشكله الكبير كابيتل اللي هو عبارة عن خط مستقيم وبجنبه نصف دائرة صغيرة وخط مائل من طرف الدائرة الصغيرة هاي بينزل للأسفل والشكل الثاني اللي هو حرف الار الاسمول الصغير عبارة عن خطوتين الخطوة الأولى خط مستقيم قوس صغير في الأعلى مائل إذن الخطوة الأولى لحرف الار كابيتل خط مستقيم هاي الخطوة الأولى نصف دائرة نرسمها هيك بنبدأ من أعلى الخط المستقيم بنيجي لطرفها وبننزل خط مستقيم للأسفل هو هاي الخطوة الثالثة حرف الار اسمول اللي هو خطوتين في الكتابة مهمات خط مستقيم هاي الخطوة الأولى وقوس الصغير في الأعلى خطوة الثانية هيك ومن هي سنتعلم مع بعض ونشوف وين نقطة البداية لكل منهم حرف الار كابيتل نبدأ فيه حرف الار الكبير اللي دايما بيحكيه لنا بصوته نتذكره مع بعض الصوت اللي هو صوته الر الر نقطة بدايته من السطر الأول نبدأ من السطر الأول خطوة الأولى ننزل للأسفل للسطر الثالث فقط نرجع لنقطة البداية نعمل نصف دائرة تصطدم بين السطر الأول والسطر الثاني نيجي لطرف أو زاوية السطر الثاني ننزل خط مائل للأسفل للسطر الثالث مرة ثانية بنكتبه من نقطة البداية بننزل للأسفل للسطر الثالث بعمل نصف دائرة بنزل من زاوية الدائرة للسطر الثالث مع بعض بننا نكتب بننزل من السطر الأول للسطر الثالث خط مستقيم برجع لنقطة البداية بعمل نصف دائرة صغيرة تصطدم بين السطر الأول والثاني بعمل خط مائل ينزل للسطر الثالث حرف الار هيك شكله حسا بنتألم حرف الار كيف شكله اللي هو عبارة نقطة بدايته من السطر الثاني بنزل للسطر الثالث بنزل تحت النقطة البداية بشوي بعمل قوس هيك صغير يصطدم بالسطر الثاني كمان مرة من نقطة البداية بنزل للسطر الثاني بعمل قوس صغير يصطدم بالسطر الثاني خط صغير من السطر الثاني للسطر الثالث تحت نقطة البداية بشوي بنزل وبعمل قوس صغير يصطدم بالسطر الثالث بدنا هلا نكتب مع بعض حرف الار كابيتل هيك نقطة بداية من السطر الأول بنزل بخط مستقيم للسطر الثالث بعمل نصف دائرة بنزل خط مائل للسطر الثالث كمان مرة من السطر الأول للسطر الثالث خط مستقيم حلو بعمل نصف دائرة من السطر الأول للسطر الثاني يصطدم بين السطرين لازم وخط مائل ينزل للسطر الثالث أما حرف الار لسمول الصغير خط مستقيم صغير من السطر الثالث نزل تحت السطر الثالث بعمل قوس على السطر الثاني لازم يصر السطر الثاني بعمل الخط مستقيم السطر الثالث بعمل قوس يصطدم بالسطر الثاني نرجع نستعيد الكلمات يلي نوهنا عليها لازم نحفظها كلمات بتبتدأ بحرف الار كيف عرفنا انه بتبتدأ بحرف الار لانه لما نحكيها اول صوت فيها ر ر رابت رابت ر ر ر ر ر ر راديو معناه راديو او المذياء ر رابر رابر شايفين كيف لما نكتب كل حرف المكان وعو الاسطر متل ما تعلمنا بتطلع الكلمة جدا جميلة ر ر ر رولار 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 عدوا وراي الكلمة انه صعب لفظها رولار 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 اللي معناتها مصطرة نكتب معناها لاجل الحفظ رابت ولها معنى واحد اي بمعنى ارنب ر راه ريديو بمعنى راديو راه رابر بمعنى ممحاة راه رولار بمعنى مصطرة رولار رولار this is رولار this is رولار معناتها مصطرة حبيين حرف الار عرفنا انه صوت ورا عرفنا كيف نرفضوا راح ينحفظ ايش معنا رابت ريديو رابر رولر ولاني بحبكو راح اكتبلكو كلمة غير موجودة في الكتاب كلمة جدا بتشبهكو ولما بسمعها بتذكركو كرمة وهي روز روز كلمة تبتدأ بحرف الار را روز بمعنى وردة روز وردة شكرا